تعتزم محكمة العدل الدولية اليوم إصدار حكمها في الدعوة المرفوعة من نيكا راجوة ضد ألمانيا بشأن تزويد الأخيرة إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في العدوان على قطاع غزة وتتهم نيكا راجوة ألمانيا بانتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وطالبت محكمة العدل الدولية بفرض إجراءة طارئة لمنع برلين من تزويد تل أبيب بالأسلحة وغيرها من المساعدات يأتي ذلك فيما أكدت ألمانيا أن أمن إسرائيل يقع في جوهر سياستها الخارجية مضيفة أن نيكا راجوة شوهت بشكل صارخ إمدادات ألمانيا من المساعدات العسكرية لإسرائيل